هاو هذا الاختبار مضيعت للوقت هاو ثينغ أحضر إجابات تلك الأسئلة أحسن تأحضرها كلها هيا بسرعة لماذا تأخرت يا ثينغ أعود إلى هنا هاو ما هذا؟ هذا جيد والآن أخبرني بالإجابات وماذا عن هذا السؤال الأول؟ جيد وأخيرا لقد أنهيت الاختبار كانت مساعدتك لي مريحة جدا كم أحبتك الروم المدخل ماذا؟ هل يجب أن أكون في الناد الرياضي بعد 15 دقيقة؟ ربما ستتر شطيرتي للانتظار سأجلب معي كل ملابس الرياضة لكن أتمنى لو أستطيع البقاء في المنزل والاسترخاء هل أحتاج بالفعل إلى بناء عضلاتي؟ من الأفضل أن أتناول هذه الشطيرة لاحقا لم أعلم وجود كيس بلاستيكين هنا سأرى كيس بلاستيكين أعلم قريب أياتها الشطيرة سيكون طعمك أفضل بعد التدريب يجب أن لا أنسى جلالاستحمام آمل أن تتسعى الحقيبة لجميع أغراضي يمكنك البقاء في المنزل لوشن؟ نعم ادخل في الحقيبة لماذا؟ أشعر ببلل في الحقيبة يا ويلي تحولت شطيرتي إلى حساء حساء دبق من الصابون يا إلهي لا يمكنني حتى شمدك الرومي الآن ملاحظة لنفسي أحكمي إغلاق الأغضية والآن ماذا أفعل بكل هذه الأشياء؟ وجدتها لمنع أغراضك السائلة من الإنسكام فكي أغطيتها قبل حزمها ثم ضع كيس شطائر كبير عليها ولقف الغطاء على الكيس البلاستيكي أنظر لن ينسك بأي غرض في الحقيبة أتمنى لو أن هذه الفكرة تفترت لي قبل وضع شطيرتي في الحقيبة والآن إلى النادي هذه اللعبة رائعة حسنا يمكنك الاحتفاظ بهذا إليك اختبارك هل لديك علم بهذا؟ كلا هذا صادم فعلا يمكنكم البدء ماذا سنفعل؟ خطرت لي فكرة عذرا سيدي هل يمكنني الذهاب إلى المرحاة؟ طبعا تفضلي شكرا لك رائع ربما لو طلبت كلا مرحبا أيتها الجميلة والآن سأقوم بتنفيذ الخطة سأضع القليل من أحمر الشفاه هنا والقليل على هذا الجانب ممتاز ولن أنسى الرأس أنا لطيفة فعلا سأمزجه الآن يا له من لون جميل حسنا ماذا أيضا؟ وجدتها سأستخدم هذه العصابة سأضعها تحت الماء ساخن ثم أثبتها على رأسي أوه أشعر بحرارة شديدة أظن هذا كاف أوه لا أشعر أني بخير قلت أشعر بنفاذ طاقتي هاي هنا وداعا أيها العالم ماذا يحدث حرارتك مرتفعة أعتقد أني بحاجة إلى الراحة أراك لاحقا هيا هذا ظلم لكنه تصرف ذكي وداعا يبدو أني أسأل أيضا مرحبا سيدي تفضل بالدخول ستكون هدية مثالية وصلت في الوقت المناسب مرحبا ماتي إيه ميلي إنها اللحظات المناسبة لتقديم الهدية ما هذا هل لديها هذه الدمية فعلا يا ها من صدفة ماذا سأقدم لها هذه السماعات أوه آجل لكن علي أولا عمل بضعة أشياء أسلامت في المقام الأول لا شيء لأخسره أجل ما سنت أتضحرج كان طريقا صعبا لكن هناك بعض الأعمال التي علي إجازها نظف المكان بالفضلك فالأفضل من الهدية العادية هدية مخصصة طبعا وستكون هذه هدية رائعة ملاشات سأملأ المساحة الضيطاء بالكامل هكذا جيد ثم ألون الوجه لحسن الحظ لدي الكثير من اللون الأزرق فهو لونها المفضل والآن سأضيف التفاصيل الصغيرة إنها جميلة فعلا ولن أمس الأجزاء البيضاء من الضروري إذا قطتها هنا أيضا ممتاز والآن اللمسات الأخيرة نحن على وشك الانتهاء جميل جدا لكن أهه بقيت خطوة واحدة سأثبت الشكل بطريقة صحيحة ليبدو حيا أليس مثاليا لنجرب هذا ثانية مرحبا هذا من أجله مستحيل إنه كما أريد بالضابط كيف تمكنت من العثور علي أوه ماذا كنت أنسى أحضرت لك هزية أيضا هل أعجبت؟ حسنا حال وقت العناق أحبك يا أعز الصديق أو يوم الثفت وهذا يعني تناول المقرمشات طوال اليوم آدم لا يمكن أن يراني بهذا الشكل سأكنسها لاحقا أفيقي أفيقي مرحبا عزيزي أوه ألا يبدو لطيفا آمل ألا يرى الفتاة على يميني وبينما تبدو الأمور هادئة الآن فإن حركة الواحدة قد تغير كل شيء أوه لا أوه لابد أن ذلك كان مؤلما أشعر بصداع شديد الآن آدم هل لا يزال على الخط؟ لقد أنهى المكالمة أكره عندما يحدث هذا لحظة أظن أني وجدت طريقة لحل هذه المشكلة لمنع سقوط هاتفك على وجهك ضع ربطة شعر على حافظة هاتف فارغة بطول ثم أعيد الهاتف للحافظة أصبحت الربطة مقبضا للهاتف أترى؟ آدم هل هذا أنت؟ أسفة على ذلك إيا لي من خرقاء ولن يسقط الهاتف بعد الآن أوه كل هذه الأوراق مختلطة يا جوان أرتبها زاد الطين بلة الآن صفح الكيل يجب أن أحل هذه المشكلة تعال يا دباسة لماذا لا تعمل؟ لا توجد دبابيس هذا حظي هو اللحظة؟ لدي فكرة لحل هذه الأزمة كل الأوراق مرتبة ومنظمة سأعمل بالمشرب أحتاج شقان هنا وهنا سأطوي هذا الطرف وأدسه في الشق الآخر هكذا كل الأوراق مدبسة مان بدون دبابيس آه الأوراق مرتبة أخيرا ولن تتفكك سأذهب للصوف تببئت هذه تسبب الإدمان بسرعة أريد مساعدتك يا أنا مذعور لدينا اختبار والمعلم وقاس جدا لنا الأسوأ على الإطلاق كم هذا سيء سأنال منكم عندما ترسبون ماذا سنفعل؟ هاي دعني أفكر وجدتها الماكياج أوه يا كيف سيساعدنا؟ انتظر وسفر سأفرق القليل من الماكياج بإسمعه وماذا الآن؟ سأضعه على ركبتين أوه فهمت ما تفعلين إن مزجته سيبدو واقعيا أكثر يبدو فضيعا جرب مشكلة بسيطة شكرا كانت فكرة جيدة هناك طريقة أخرى دجاجة من المطار عذرا هذا مضحك هذا ما أبحث عنه يوم الاختبار أشعر بالحماس معلمتي لقد تعرضنا لحادث وما زلتما تريداني الخضوع للاختبار؟ اذهبا وخذاقصا من الراحة أوه مؤلم نجحت الخطة أجل تفاتينا الاختبار أوه يا أولاد أعتقد أنكم ستستمتعاني بواجب منزلي يهو سأذر منكم أهرب وكما ترون هذا نبات إنه هو هذا ممل جدا لا داعي لقول ذلك حان الوقت لإظهار مهاراتي لطالما انتظرت هذه اللحظة انظروا إلى هذا كيف يحدث هذا؟ لا يهم يا صاح إذن أنتم لا تحبون ألعاب الورق ها؟ لا بأس ما رأيكم بمسرح العرائس؟ هذا المعلم في غاية الراوعة هل يحدث شيء؟ هل ضحك أحد؟ حان وقت الإقلاع هل هذه بثرة؟ يا لهم من جمهور صعب الإرضاء أنا أبدل قصار جاهدي لقد وجدتها يحب الجميع دوم البالونات إنه جرم لطيف من يريده؟ استسلم يا صاح قد نفدت أفكاري مهلا لدي فكرة أخيرة أنا بحاجة إلى قلم تحديد ومجموعة بمشابك الورق سأزيل غطاء القلم ثم أنزع ريشته والآن سأحضر مشبك ورق سأجعل الجزء الأوسط مستقيما هكذا سأضع القليل من الغراء على نهاية المشبك سأزيل غطاء القلم وأملأه بسائل الفقاعات ثم أغمس الغطاء به حسنا أيها الطلاب شاهدوا هذا سيلفت هذا انتباهكم انظروا إلى هذه الفقاعات مهلا ماذا؟ هل هذه الفقاعات؟ انهض عليك رؤية هذا هاي أيتها المهوسة بالدراسة انظري هذا أفضل بكثير من الدروس المملة كنت أعلم أن هذا سينجح لقد أحضرنا أقلامنا هيا بنا نحن مستعدون هذا رائع أحب هذا الدرس ترجمة نانسي قنقر جمد الماء في قاع المظهرية أزل مكعب الثلج من المظهرية الزجاجية والآن أحضر مجموعة ألوانك دون مكعب الثلج مباشرة استخدم ألوانا مختلفة من الطلاق بينما يدوب الثلج سيتحرك الطلاق ويدور ستبدأ الألوان في الانزماج استمر في وضع طبقات مختلفة من الطلاق هذا بعث على الاسترخاء حقا تمنح تأثيرا رائعا حقا النتيجة رائعة جدا أترون؟ حسنا أعتقد أن علي بدء هذا الواجب الذي يؤدى في الصف ها؟ ما خطب قلمي؟ لقد نفض الحبر هذا مثالي لا بأس صوفيا مرحبا هل أنت من خير يا لونة؟ قلمي لا يعمل هل يمكنني استعارة قلم؟ حسنا أنا متأكدة أن لدي قلما احتياطيا إنه هنا في مكان ما آه هذا ليس قلمان انتظري ها؟ ما احتمالية العثور علي همه إنه أشياء كثيرة هل يعني أكون أكثر تنظيما؟ مهلا رودتني فكرة أعرف كيف أحافظ على أشياء مرتبة ومنظمة أولا على يشد هذا الرباط المطاطي على مجلدية تحتاج إلى عدة أربطة أخرى الآن يمكنني تخزين أشياء كلها فيه هناك مساحة أخرى في الداخل كل شيء في مكان واحد ويسهل العثور علي تبدو جيدة أليس كذلك؟ وها هو قلمكي ها؟ ماذا؟ أوه حسنا شكرا هذا راعة كنت عارقة في أفضل حلم هذا الاختبار ممل حسنا إنه يعجبني أنت مهروسة بالدراسة ربما يمكنني المرح قليلان مهلا توقع عن التصرف بطفولي يعجبني هذا السؤال أوه أحتاج إلى الخروج من هنا أنت؟ ما الأمر الآن؟ شاهدي ذلك سافركوا هذا القلم على كمي ثم ألفوا الغطاء قليلا ها تارثي؟ لقد انبهرتي هو أنت ساحرة دعني أجرب أم لا أعتقد أن هذا صحيح الساحر لا يكشف أسراره أبدا ربما أحتاج إلى مزيد من الاحتكاك ها هو لا يمكنني فعل ذلك أوه أعرف يمكنني استخدام عقلي لفهم ذلك هو لقد نسيت أمر الجاذبية ودولان الأرض يعني؟ فهمت لنجرب ذلك مجددا هذا ليس ساحرا لا يهم أوه أيها الطلاب الكلام ممنوع آسفة رأت المعلمة أوبس إنني أراك يا صوفيا أنا أؤدي واجبي أراك هذا آخر انظار لك أهلا أنا متأكدة أنه كان لدي قلام يبدو أنني سأرصب هل تأكلين مرة أخرى يا مادسون؟ لقد رقدت خمسة كيلو مترات أوف أنا عطشانة ماذا؟ لم تبق أي قطرة ماء هنا سأضع بعض الماء فيها سأكتبر الآن مهارات البارعة في السكب يجب أن تدخلي في القارورة هيا ركزي يمكنني الآن أن أرى بوضح أكثر سأسكبها الآن أوه الماء يتدفق لكل مكان عدى القارورة هذا يدفعني للجنون بالكاد يكفي لرشفة واحدة لا أريد أن أصاب بالجفاف مهلا أعطيني واحدة من عيدان الأكل هذا الشيء هو الحل لمشكلتي ما عليك سوسك بالماء عليه فوق القارورة وسيتجهل القارورة مباشرة يا لها من خدعة رائعة أليس كذلك؟ واو أين تعلمت هذه الحيلة؟ لأرى إن كنت أصفع القيام بذلك سأضع عصير البرتقال هنا لقد نجحت كما لو أن السائل يلتسق بالعود أصبح تحديل المشروبات للخروج أسهل بكثير هيا آيتها الحقيبة اتبعيني لا أصدق أن كل أغراضي قد ثقطت مني هكذا ماذا؟ يا إلهي كيف تطفو حقيبتها؟ أحسن في آيتها الحقيبة أنت تؤدين عملك على أكمل وجه حان الوقت لتناول وجبة خفيفة لا أحب هذا هاو ما هذا؟ ربما ترضي هذه التفاحة شهيتي هاو إنها غير لذيذة هاو مجددا ما هذا؟ أنا أجلس هنا أشعر بالعطش هاو هذا رائع لقد شربت كل الماء لقد أمسكت بالنفاية هذه المرة هاو يا لها من حقيبة جميلة إنها أجمل من حقيبتي بكثير هاي هل تسمحين لنا بالتقاط صورة مع الحقيبة؟ هو أجل بطعبة هيا بنا وو انظروا إلى هذه الحقيبة الجميلة التي تملكها تلك الطالبة سأشارك في التقاط هذه الصور إنها حقيبة مثالية للمدرسة يا آنسة أحسنتي لا أصدق ما أراه مهلا اللحظة منحتني هذه الزجاجة البلاستيكية فكرة رائعة حان الوقت للاستعانة ببعض المهارات الحرفية لدي هذا السحاب وهذه الزجاجة البلاستيكية سألف السحاب حول زجاجة الماء بهذا الشكل لقد فتحت السحاب لأتمكن من قصي زجاجة تدا لقد صنعت حافظة صغيرة باستخدام زجاجة الماء هذا والآن سأطليها باللون الفضي وأضيف إليها هذا اللهاب إنه صاروخ سأفتحه وأضع به هذه الورقة لجعله أكثر متانة ثم سأضع بداخلي أقلم الرصاص وأقلم التلوين ولن أنسى إضافة بعض المسليات وأخيرا يمكنني إغلاقه ليكون جاهزان سأذهب لإستعراض صواريخ الدفع خاصاتي أصبحت حقيبتي أكثر جمالا وبالطبع يمكنني تناول المسليات متعرات تؤدي صواريخ الدفع الصغيرة هذه عملها على أكمل واجه ويعجبني أيضا واو عذرا يجب أن أذهب هاي هل يمكنني رؤية حقيبتك؟ هل هذا لهب الصاروخ؟ واو لا أصدق هل توازعين الحلويات؟ هذا رائع يا إلهي لم أكن أسع إلى الحصول على كل هذا الاهتمام هذا مزعج لا 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 لقد تعمت ابتعد عن طريقي ما هذا؟ ودعا أيتها المدرسة لا أصدق إلى أين ذهبت؟ هل ذهبت إلى الفضاء؟ واو إنها أفضل حقيبة ظهر رأيتها على الإطلاق حسنا ربما يمكن لحقيبتي أن تفعل ذلك أيضا يا حقيبة الظهر خليني إلى الفضاء المكان هادئ هنا إنه يعجبني كثيرا يجب أن يكون حادا للغاية ولا هناك عطسة قادمة هل يمكنني؟ شو؟ أنا آسفة أنا مغطاة بنشارة أقلام رصاص وفشر بالذنب أو مهلنا؟ خطرت لي فكرة أجل ستنجح بالتأكيد لن يتكرر هذا الحادث سحتاج علبة التايك تاك سفرها من الحلوى وأزيل الغطاء هذا المكان مثالي للمبراة سعيد الغطاء إلى العلبة يمكنني الآن أن أبري قلمي دون إحداث فوضى هل يمكنني سؤالك الآن دون التعرض للهجوم؟ أجل توصلت إلى حل التراين واو هذه الفكرة الذكية علي توخي الحذر الشديد ربما هناك أحد ما يراقبني حتى لو لم تكن تشك في ذلك لا المكان آمن كل شيء على ما يرام حتى الآن حتى المعلمة منشاغلة أنت لي وحدي لطالما انتظرت هذه اللحظة تعالي إلي انظروا إليها إنها رائعة سأستمتع بتناولها هذا ما تعتقده بابد ماذا قلت لك؟ الطعام ممنوع في الفصل يغضبني هذا كثيرا اوه أنا آسف لن أفعل ذلك مجددا هل تقول هذا في كل مرة؟ لم أعد قادرة على فعل هذا ماذا حدث؟ ستحتاج إلى هذا اوه شكرا يمكنك فعلها يا صاح مهلا لقد فهمت يا جوان أسرع انتبهوا أيها الطلاب بهذه المعلومة هامة ماذا؟ لقد علقت هذه الورقة بيدي ماذا يحدث؟ أجل سيلقنها هذا دارسا سيكون ذلك مذهلا عد إلى هنا هاي من مشكلة؟ تناول اوه حسنا إنه حلوة وليس غراء عليك أولا إزالة الغراء من الأنبوب تأكد من نظافة الأنبوب فأنت لا تريد تناول الحلوة مع الغراء ثم ضع قطع الحلوة فوق بعضها البعض ثم ادفع الأنبوب داخل الحلوة وهكذا ستحصل على إصبع الحلوة إنها لذيذة كنت أعلم أنها ستنال إعجابك من حسن حظي أنني جلست بالقرب منك ما هذا الصوت؟ أنا ألسق الصفحات ببعضها البعض لقد أحضرت نتائج الاختبار لا يبدو هذا جيدا ماذا ماذا يحدث؟ لا أدري لكنه لا يعجبني لقد أبليتما بلاءا حسنا لقد حصلتما على تقديري ممتاز أنا جاد فيما أقوله كفك كنت أعلم أنكما قادران على فعل ذلك أنا فخور بكما أحسنتما أنا سعيدة جدا سأضعها في إطار ما أعلقها لقد بدلتما جهدا كبيرا لذا تستحقها المكافأة ما رأيكما بتناول الفيزا؟ ها؟ لقد وصلت بالفعل شكرا لك يا عامل التوصيل للنشيط ومع ذلك يجب أن تدفع لي تمانا أوه بطبع سأحضر محفظتي ماذا؟ أوه يوجد ثقب في محفظتي أوبس لحظة من فضلك هذا معرج جدا أعتقد أنني التقطها كلها تفضل استمتع بتناول الفيزا أعتقد أنني بحاجة إلى شراء محفظة جديدة يمكننا على الأقل الاستمتاع بتناول الفيزا شكرا لك والآن اسمحوا لي بقضاء بعض الوقت بمفردي أريد أن أتذكر الأيام الجميلة التي أمضيتها برفقة محفظتي لن أنتظر أكثر توقف يا ديفيد أوه كان ذلك مؤلمان يجب أن نساعده حسنا هكذا هي الحياة حتما يمكننا فعل شيء ما لقد وجدتها يمكنني استخدام هذه الأوراق سأطوي هذه الورقة إلى ثلاثة أقسام سأطوي الجانب الأيسر ثم أضع الغراء فوقه سأضغط الآن على الجزء العلوي لتثبيتهما بالغراء معانا ثم سأضع القليل من الغراء فوق الجزء العلوي ثم سأصنع ثانية في المنتصف والآن يجب أن أصنع المزيد منها وثبت قطعة فوم في الجزء السفلي وهكذا سأكون قد صنعت محفظة سأضيف إليها بعض التفاصيل إنه يونيكون جميل ما رأيك؟ سألقيها على مكتبه ماذا؟ من أين أتى هذا الشيء؟ لم ألاحظ هذا السقف من قبل هل فعلتما هذا؟ سألقي نظرة انظروا إلى هذه الجيوب أنتما رائعان شكرا لكما أنا سعيدة جدا لأنها نالت إعجابك أنا متحمس لتجربتها إنها تعجبني كثيرا يمكنني استخدامها لحفظ أغراضي يا لها من محفظة مدهشة لهذا السبب أحب هذا الفاصل هيا لنتناول الطعام روايتهن الرومانسية لا شيء يمكنه تشتيت انتباهها حتى أنها لم تلاحظ قدوم جانيفر هيا يجب أن أحشر كل هذه الأوراق في الحقيبة ما كل هذه الجلبة يا عزيزتي لا يمكنني وضع جميع الأوراق التي أحتاجها في الحقيبة توقفي إنك تجعي دينها كلها أنا متأكد أنني علمتك كيف تتصرفين أعطي حقيبتك هذه ليست طريقة جيدة للتعامل مع أغراضك المدرسية آسفة لماذا لا تستخدمين المجلد الذي اشتريته لك لم أحصل عليه بالمجان كما تعلمين في الواقع يمكن لهذا شيء أن يكون متعدد الاستخدامات أحضر مجلدا كهذا واقطع جزءه العلوي ثم املأ فواصله بالطريقة التي تريدها ضع أوراقك فيه حتى يسهل وصلك إليها لا تنسى هذه الورقة يمكنك شكري لاحقا تفضلي يبدو شكله جميلا ومرتبا وكل أوراقي موجودة فيه لديك دائما أفضل حل يا أمي أتمنى فقط أن أحافظ عليها مرتبة والجزئية الأرواح هي أني أستطيع العصر على الأوراق التي أحتاجها في سوانين أين مقاطة الجزئيات المهم؟ وجدته من الأفضل أن أغادر قبل أن أتأخر سأخبرك لاحقا كيف تسير الأمور يا أمي وأخيرا يمكنني العودة إلى قصة المشاوقة حسنا سأبع أغراضي في خزانتي صندي طال إلى هنا حالا هو يا إلهي مهلا سأخذ هاتفي هاتفي لا سأمسك بها درجة هذه الامتحان مزرية يجب أن أفعل شيئا لقد نجح هذا الزر بالفعل سأبدأ بحل كل هذه المشكلات والبداية من هذا الاختبار تاسبة سأحولها إلى ممتاز ربما يمكنني إجراء المزيد من التغيرات هنا أيضا أصبح لديها شاربان هذا مضحك سأنتقل الآن إلى التعامل مع التصرف غير المستحاب هذا الفتى لطيف جدا إنه يحاول الامسك بهاتفي سأحميه من السقوط أيضا ثم سأنتقل إلى هاتفي هاو أنت تحلق بطريقة رائعة لكنني بحاجة إلى إعادتك إلى يدي بأمان لدي عصابة رأسي الصغيرة هادة إنها مثل الناضب سأقص هذا الجزء منه وسأستخدمه لتثبيته بهاتفي أحتاج إلى وضع المزيد من الغراء على حافظة الهاتف هادة ثم سأضع المزيد من هذه الأجزاء لقد وضعت النوابض على الحافظة بالكامل أجل هذا ممتاز حسنا من الأفضل أن يبدأ الوقت مجددا لقد رسبتي مهلا هذا تقدير ممتاز لابد أنني أخطأت هذا مرعب مرعب جدا من أين أتى هذا الشيء؟ صحيح هاتفي ها هو هذا رائع لم يتعرض الهاتف لأي أداء لقد سقط مني ثم ارتد وعاد إلى يدي مرحبا يا فتيات أليس هذا أجمل مقطع فيديو على الإطلاق؟ أيها الطلاب أصغو إلي جيدا لقد حان وقت الاختبار أي أنه على الجميع إحضار هواتفهم ووضعها هنا أنت تعرف ما عليك فعله ضع هاتفك هنا أحسنت حسنا إنه دوركي ضعي هاتفك في الصندوق من فضلكي حسنا لا بأس تفضل هاتفي أعلم أنك تملكين أكثر من هاتف واحد استمري أنا أفعل ذلك يا إلهي علي العثور عليها جميعا وأخيرا حسنا شكرا على تعاونكي لقد حان دوركي ضعي هاتفك وأجهزتك الأخرى في هذا الصندوق طبا كنت بحاجة إليها ليتمكن من النجاح في الاختبار يجب أن أحل الاختبار بشكل صحيح وإلا سأرسب ستغضب أمي كثيرا إنها تكره أن أحصل على درجات متدنية وتصرق عليها باستمرار ماذا سأفعل؟ لا أريد أن أرسب في الاختبار أعتقد أنه لدي فكرة هذا هو الحل أنا بحاجة فقط إلى قص بعض الصفوف من هذا ثم سأستخدم هذا القلم لكتابة الأرقام على هذه النتوءات والآن أنا بحاجة إلى دفتر الملاحظات الصغير هذا هكذا لقد استبدلت غلاف دفتر الملاحظات بباوبيت هذا يمكنني الآن استخدام باوبيت كآلة حاسبة صغيرة لقد ساعدتني بالفعل في إجراء بعض العمليات الحسابية حسنا لقد انتهى الوقت سلموا أوراق الاختبار من فضلكم نعيني ألقي نظرة سريعة على إجاباتك أوو يا إلهي لقد أبليت بلاء حسنا حصلت على تقدير ممتاز رأى ستكون أمي فخورة بي أنا متحمسة جدا لانضمامها إلى الدرس رأى لقد وصلت وأخيرا مرحبا لقد وقلت في مقلب يسادة الغازات هذا مضحك جدا أنت مخادعة بالفعل حتما علي الانتقام لما فعلته بي لنرى ما الذي يمكنني استخدامه من بين هذا هوو لدي حبوب حلوى النعناع صغيرة هذه سأزيل الغطاء ثم سأحضر مبرة والآن سأثبت المبرة هنا وأعيد الحافظة هكذا سأحتاج الآن إلى عصا خشبية يبدو هذا رائعا أنا بحاجة أيضا إلى ممحات يوضعها في الأعلى ليس علي سوى تغطيتها بالقليل من القماش سالف القماش حول الجزء البلاستيكي الشفاف سأضيف إليها القليل من اللون الأصفر لجعلها أكثر جمالا سالفها حول الجزء العلوي فوق الممحة لحسن الحوض أنني أخذت قياسها سأضيف إليها هاتين العينين الصغيرتين وسأجعلها أكثر جمالا بإضافة هذه الابتسامات اللطيفة وبالطبع لن أنسى إضافة زينة الحلوة إنها لطيفة وعملية يمكنني استخدامها لبري أقلامي إنها مذبب بشكل مثالي سأنتقل الآن إلى تنفيذ خطة المقلب ما الذي تفعله هناك؟ هل تتناول شيئا؟ هاي واو أعطيني هذا أنت تعلمين أنني أحب هذا النوع من الحلوة لقد انتقمت منك أوه أسنانك لقد كان مقلما رائعا كافك بالطبع كلا أريد يختار وطائرة واحدة وداعا مرحبا أبي النجدة سأنقذك أمسكت بك كنت تسقطين هل أنت بخير؟ رأيت الموت بأمي عيني ما الذي تعنيه بأنه يجري عملية؟ أريد طبيبا في الحال تعرضت ابنتي لحاذيث مأسوي أريد مساعدة طبية يجعلك هذا تتسأل عن الأشياء المهمة في الحياة هل اتصلت طالبا للمساعدة؟ واو خدمة جيدة يجب أن تساعد ابنتي صغيرة سأتولى الأمر هل سأتحسن قريبا؟ ارتاحي الآن سيجعلك هذا تسترخين لا يسع ناسي والانتظار الأهل هل ستكون بخير؟ أشعر بقلق شديد ابتعد عن الضوء حسنا عزيزتي حسنا يا أبي تمنحني الحياة تشعر بالاسترخاء أمي لقد سقطت أرضا لا بأس دعيني أرى يا إلهي يجب أن أتصرف سينفعك كيس الخضر المجمدة هذا استرقي قد يكون باردا لكنه سيساعدك كثيرا يجب أن ننتظر لقد أوشكت على الانتهاء الحياة أصعب مما تبدو عليه حسنا لنرى الكدمة لقد اختفت نجحت الحيلة والآن يمكننا استخدام هذه الخضر لتحضير العشاء آمل أنك جائعة حان وقت النوم ستذهبين إلى السرير الآن ستشعرين بالراحة هكذا حسنا أحلام سعيدة لا أريد النوم أريد اللاعب وقت الاسترخاء آمل أن أجد فيلما لن تعرف أمي أبدا جهاز التحكم لا يعمل ليست هناك بطاريات هذا غريب هذا منتع هذا أفضل من النوم بكثير ماذا يحدث هنا؟ هناك خطأ ما بهدوء وثبات عزيزتي طلبت منك أن تنامي ما هذا؟ لقد وقعت في الفخ لماذا فعلت بهذا؟ مهلا اللحظة؟ هذا مضحك هيا إلى السرير وأعطني هذه اللعبة سأخذ البطاريات يجب أن تنامي كف حمقات إنها مجرد مزحة ربما يمكنني مشاهدة التلفاز الآن لنرى ماذا هناك أوه يبدو هذا جيدا إنه مخيف أوه لا يمكنني التوقف عن المشاهدة أوه لا ما هذا؟ إنه مجرد مالون مهلا من أين أتى هذا الشيء؟ هذا مخيف بعض الشيء مقلب آخر سخيف نلت منك أستجعلينني أرى الكوابيس؟ لا أصدق أنني نلت منك ثانية تعالي إلي لنجد شيئا يستحق المشاهدة لكن لا نريده مخيفا نوما هنيئا يا عزيزتي أمر أن تكون أحلامك مليئة بالورود والمال أوه وأنت مستعدة للنوم الآن ليلة سعيدة يا أبي سألعب قليلا ما هذا الصوت؟ أوبس مهلا اللحظة أعطني الهاتف ليلة سعيدة والبقية حسنا لم أعتقد أنك ستلاحظ كنت صغيرا مثلك وأعرف كل هذه الحياة هذا ليس عدلا ماذا يفعل هذا الشيء يا ترى؟ لقد تم استدعائي طلباتك أوامر خذ هذه لحل مشكلاتك سررت بالتعامل معك هل أنت بخير يا عزيزتي؟ الأمر ليس كما تعتقد يمكنني توضيح كل شيء لقد حذرتك من قبل سأخرج من هنا هذا مؤلم يستحق ذلك وأنقذ الأمر الوسيم الأميرة الجميلة وعاش في سعادة أبديا هل يمكن أن يساعدني أحد؟ مرحبا أمي هل كان يومك برسي جيدا؟ اشتقت لك يا صغيرة انظري إلى كل هذا الكعك أترين شيئا يعجبك؟ لدي كل أنواع الكعك أمي هل يمكننا الحصول على كعكة؟ أرجوك تبدو شهية ستحبينها إنها حلوة هيا سيدتي اشتري الحلوة لصغيرتك هذا كل ما لدي هذا كل شيء عذرا حسنا هذا غير كاف أرجوك أيتها السيدة اللطيفة كيف لي أن أرفض طلبا لهذه الجميلة؟ احتفظي بنقودك تفضلي انظري يا أمي آسف يا عزيزتي أبي آه مرحبا ربما يمكنني تقديم المساعدة أعتقد أن هذا كاف حقيبة؟ حقا حسنا سأسيرك أوه يا إلهي أنا ثرية خذها كلها أنا في إجازة من يريد الأيس كريم؟ تفضل يضعي أكل رقائق البطاطا على أريكا لماذا أتناولها بسرعة دائما؟ هل بقيت أي فتاة؟ كلا مارسون لديها الكثير في كيسها هل من الممكن أن أشاركك؟ يا لك من قشعة يا مارسون وفوضوية للغاية مقزز هذه الرقائق مشبعة أكثر مما تبدو عليه أظن أنه من الأفضل أن أتوقف عن الأكل هل يمكنني الحصول على قليل منها الآن؟ هل فقد عقلك؟ سأخبئها لوقت لاحق دكان البطاطا مغلق من الآن سأتناولها لاحقا سمعيني يا جانيفر يا ويلك مني لو لم استكيسي مفهوم؟ مارسون انتظري يا إلهي كيف حدث ذلك؟ يا لي من خرقاء يا له من أمر مضحك دائما تضحقين علي خطرت لي فكرة ذكية هل يمكنني استعارة هذه المصصة الثانية؟ شاهدي وتعلمي يا صديقتي لإحكام أغلاقي كيسي رقائق البطاطا قص مصصة شرب بلاكتيكية بهذه الطريقة ضعها زانبا وامسك الكيس خذ المصصة الثانية ولفها بالكيس هكذا الآن غاطيها بالمصصة التي قصصتها للتو يا إلهي أنا عبقرية سأختبرها الآن نعم أصبح الكيس محكم الإغلاق أتمنى لو خضرت لي هذه الفكرة في وقت مبكر أعترفي أنها فكرة رائعة لنتابع مشاهدة المسلسل حسنا ستتسابقان على حل هذه المعادلة سأفوز بكل تأكيد سنرى ثلاثة انطلاق المسكينة إنها ترهق نفسها في الحل لحظة هل تحل المعادلة؟ لا يهم يبدو أني سأفوز في هذا السباق ما الذي تفعله الآن؟ تبرد أضافرها؟ يا لهم سخيفة هل تأخذ هذا التحدي على محمل الجد؟ قهوة؟ من أين أحضرتها؟ ولوح شوكولاتة؟ يا لهم غريبة سأواصل الحل انتهيت ماذا؟ مستحيل كيف يؤقل ذلك؟ لم أحل المعادلة بعد لا داعي لكل هذا التعب هناك طريقة سهلة وذكية سأكتب الأرقام الأولى في الأعلى والرقم الثاني على الجانب حسنا ثلاثة ضرب سبعة يساوي واحد وعشرون سأكتب هذا الرقم في هذه الزاوية التالي سبعة ضرب واحد هذا سهل سبعة سأضع هذا الرقم في المنتصف وأخيرا أربعة ضرب سبعة الإجابة ثمانية وعشرون سأكتبها في الخانة الأخيرة الرقم الأول هو اثنان ثم سأجمع الرقمين التاليين المجموع هو واحد ثم الرقمين التاليين سبعة زائد اثنان يساوي تسعة سأكتب التسعة هنا سأكتب آخر رقم تمانية هنا هذه هي الإجابة الفان ومئة وثمانية وتسعون هذه الرسمة رائعة إنه حلزون سعيد وهذا هو اللون المناسب له ماذا حدث لقلم التاليين؟ لقد انتهى لا يمكنني استخدام هذا كل أقلام التاليين الأخرى مثله أنا بحاجة إلى بريها هذا ليس سيئا سأتمكن من الانتهاء من تاليين حلزوني سأبريها أكثر سأفعل شيء نفسه للأقلام الأخرى سأكون بحاجة إليها أتعلمون هذا ممتع يمكنني فعل هذا طوال اليوم المزيد أريد المزيد مهلاً يبدو أنني بلغت هجل لقد تحمست بعض الشيء أعتقد أن علي تنظيف هذا بثبات كي لا تسقط لم تفعلها هل فعلتها؟ أوه هل ستذهبين إلى الحافلة؟ احترس لا ماذا فعلت؟ هذا مزيج جداً ديفيد أوبس هناك بقعة نظيفة لا أصدق أنك فعلت ذلك سأتصل بك لاحقاً من الأفضل أن أتناول طعم الغداء سأخرج علبة المشروب الغذائي نشارة الأقلام في كل مكان ماذا؟ هل تنزح معي؟ قلت لك أنني آسف ضع المبرات جانباً أنا جادة مهلاً لدي فكرة أنا في حاجة إلى علبة صودة فارغة وسأحتاج هذا المتقاب سأصنع ثقباً في العبوة عبر عروة السحب والآن سأحتاج إلى قطعة من ورق الصنفرة ثم سأزيل الجزء العلوي من العبوة والآن أنا بحاجة إلى مسدس الغراء سأثبت المبرات بغطاء عبوة الصودة يمكنني الآن إعادة الغطاء إلى مكانه حان الوقت لبري بعض الأقلام وهكذا ستبقى النشارة داخل العبوة ولا مزيد من الفوضى لكن هذه من أجلك حقاً هذا لطف باليوم منك شكراً يا دافد لدي المزيد من الأقلام لبريها سأكتب بقلم ثبورة هذا سأذه الكتابة الآن أنا مستخدمت قلم خطات دائم سيساعدني كوب الماء سأخذ رشفة كبيرة أنا مستعدة الآن حان وقت الفرق هيا 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 لماذا لا يزول لا فائدة لن يزول أبداً ماذا سأفعل الآن سأشعر بالحرج للأبادي عندما يراه بقية طلاب ماذا يحدث هنا أجل أنا آسفة لا يمكنني مسحة لا تقلقي لدي حيلة لحل هذه المشكلة لكني سأحتاج قلم سبورة كهذا سأغطي الحبر الدائم بحبر القلم القابل للمسح يجب تغطية كل خط تماماً كنت أنتهي حان وقت المساحة الآن هل ترين تزيل المساحة الحبر الدائم الآن لا حاجة للفر انتهيت اختفى اسم كافن من السبورة يمكنني تنفس الصعباء الآن يا إلهي جاء كافن نفت بجلدي في آخر لحظة لا تقلقي سرك معي يوم أجمل يوم على الإطلاق وأصبحت أثنان لؤلؤية جاهزة للإبتسام أوه حقاً يا لقد أصبحت مغطاة بالشعر لن أضع هذه الفرشة في فامي أبداً اذهبي إلى القمامة هذا محزن مهلاً ربما يمكن لهذا الصغيري أن يساعدني كنت أعلم أنه سيفيدني يوماً ما هل تريد منع فرشات أسنانك من السقوط؟ استخدم حيلة ما شبك الملابس أنا تبدو رائعة؟ تم حل المشكلة